وللتعليق على التطورات الميدانية في سوريا ينضم إلينا عبر سكايب من مرسير رئيس تجمع المحامين سوريين الأحرار غزوان قرنفول سيد غزوان مرحبا بكم يعني رغم القصف والتقدم النوعي للنظام في ريف إدلب لكن المعارضة استطاعت نوعا ما التقدم وذلك من خلال إسقاط طائرة النظام وبالتالي أسروا قائدها كيف ترى ميزان القوى في ريف إدلب سيد غزوان يعني بطبيعة الحال يمكن القول أنه ميزان القوى يميل لمصلحة النظام في المقام الأول باعتبار أنه روسيا تدعم هذا العمل العسكري بكل قوة ممكنة وتغطيه جويا وتتبع إضافة إلى ذلك سياسة الأرض المحروقة يعني لو راقبنا الصور الجوية لمدينة الهبيط مثلا في ريف إدلب لو وجدنا أنه هي مجرد أنقاض أبنية يعني لا يوجد حتى أبنية لم تصب يعني هي مجرد أنقاض وبالتالي سياسة الأرض المحروقة من الطبيعة أن تؤدي إلى نوع من التراجعات العسكرية في بعض المحاور لأنه ما في تكافؤ يعني في الوسائط القتالية وإنما هناك إرادة حقيقية لدى الطرف المعارض بأن يصمد في ذلك المنطقة أن لا يسمح للنظام بتحقيق يعني آثار نوعية لعملياته ويمنع تطويق ما تبقى من مناطق في ريف شمال حماي هذا المسعى العسكري من قبل قوى المعارضة الحقيقة من المؤسف أن هناك قوى عسكرية محسوبة على المعارضة تنتظر وتتفرج على المشهد وكأنه ليست المعارك تدور في أرض سورية وليست ضحايا مدنيون سوريون وكأنه نحن خارج هذا السياق يعني وهذا شيء بكل أسف يعني نرى أبامنا سيد غزوان مشاركة الضامن الروسي بعملية قصف المنطقة التي شملت باتفاق خفض التصعيد رغم تجديد التعاهد بأمنها في محادثات أستانا منذ عدة أيام بماذا تفسر ذلك؟ يا سيدي منطقة خفض التصعيد يعني هي مجرد كلام أجواف لا قيمة له على أرض الواقع لم تتوقف العمليات العسكرية منذ إعلان إدلب على أنها المنطقة الرابعة ضمن مناطق خفض التصعيد كل المناطق السلاس الأولى تم إسقاطها عسكريا وتسمى مناطق خفض التصعيد يعني هذا العمل أو التغطية الدبلوماسية لعمل عسكري متواصل يعني لا يقدم ولا يؤخر شيء منذ أن عقد الاجتماع الأخير طلب من تركيا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال 24 ساعة هذا الكلام يشي بأن هناك إرادة لتجديد العملية العسكرية وإطلاقها بزخم أكبر من ذي قبل حتى قبل انتهاء المؤتمر الأخير وبالتالي أزعم أن روسيا غير معنية بأي خفض التصعيد أو تريد أيضا أن ترسل رسالة لتركيا أن الاتفاق على المنطقة الآمنة سيكون له زمن إن لم تكن هي شريكة في هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شرق سوريا سيكون له سمن في إدلب وهذا هو السمن الذي يتم دفعها سيد غزوان تركيا تسير طائرات مسيرة في المنطقة المتفق عليها لكن السؤال الذي يتبادر للجميع هل ستؤمن تلك الطائرات ما يعرف بمصطلح ربما يكون ممر سلام في ظل حديث عن احتمال تنازل الانفصاليين الأكراد للنظام عن بعض المناطق؟ بتقديري تركيا لو أرادت فقط مسافة خمسة كيلومتر ضمن الأراضي السورية لكان ليست بحاجة إلى الانتظار طوال هذا الوقت والاتفاق مع الولايات المتحدة لأنه أصلا لديها اتفاقية مبرمة مع النظام السوري بيسمح لها بإدخال قواتها بعمق خمسة كيلومتر له اتفاقية أطناء لكن مسعى تركيا أن توسع النطاق الجغرافي لما يسمى المنطقة الآمنة بهدف يعني إبعاد قوات قصد إلى أبعد مدى عسكري ممكن بدون ما يحصل توافق مع الولايات المتحدة لن يتحقق هذا الغرض أزعم أن الاتفاق اليوم على المنطقة الآمنة إلى الآن لم ينجز هناك إطار الاتفاق ولكن مضمون هذا الاتفاق لم ينجز ولم يعلن حتى إلى الآن وبالتالي الطائرات المسيرة أعتقد إضافة إلى أنها عملية نعم سيد غزوان ربما أدركنا الوقت آسف للمقاطعة عبر اسكايب من مرسيل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل شكرا جزيلا لكم وآسف للمقاطعة